رعب جديد في العراق عنوانه فيروس كورونا فالوباء الذي اجتاح العالم بدأ بحصد أرواح العراقيين مع الإعلان عن أعداد متزايدة من المصابين ما يطرح تساؤلات كبيرة حول قدرة المنظومة الصحية على التعامل مع الوباء في ظل بيئة مساعدة على انتشاره ووفقاً لمواطنين ونشطاء فإن المستشفيات في البلاد تخلو من فرق خاصة باستقبال المصابين وفحصهم وتطبيق الحجر الصحي عليهم أو الاعتناء بهم وتتوتر الشهادات عن عشرات الحالات التي تصل إلى المستشفيات بغرض إجراء الفحوصات اللازمة لاجتباههم بالإصابة بعضهم قادمون من إيران لكن لا يجدون الاهتمام اللازم ولا يمنعون من مغادرة المستشفيات وحتى الآن فإن غالبية المصابين الذين توفوا نتيجة المرض هم من تجاوزت أعمارهم الخمسين عاماً وكانوا في إيران وتوفوا داخل المستشفيات التي تشكو إداراتها من عدم قيام وزارة الصحة بإرسال بروتوكول موحد لمواجهة الفيروس وعادة ما يكون كل مستشفى رحن اجتهادات الأطباء بتحديد الحالة وطبيعة التعامل معها بما يتوفر من إمكانيات بينما يحذر أطباء من أن العدد الحقيقي للمصابين قد يكون على بكثير مما هو معلن بسبب غياب سلطة الدولة وعدم قدرتها على تطبيق حظر التجول وإخضاع المشتبه بهم لإجراءات الحجر الصحي للتخفيف عن كاهل المستشفيات والكوادر الطبية وما يزيد تخوف العراقيين من فيروس كورونا الجديد الأحوال المتدهورة للمنشآت الصحية في البلاد التي تفتقد إلى كثير من المقاومات الواجب توفرها في المنشآت المماثلة نتيجة الإهمال واللامبالات وتفشي الفساد الذي ألقى بظلاله القاتم على الواقع الصحي في البلاد بعدما كان العراق في صدارة الدول الشرق الأوسط في مجال الخدمات الصحية والعلاجية والبنى التحتية المتطورة للمستشفيات والمؤسسات الصحية